مين معايا تاني؟ اخد لبنة لبنة ألو معليك فضالي عليكم السلام يا لبنة أهلا بيك يا لبنة شوفا حبيبتي انا ابني شاف رؤية وعايزك بتفسريها لي وانا عندي رؤية تانية خير ان شاء الله ابنك عندي ايه؟ ابني عندي عشرين سنة في الجامعة ما شاء الله تمام تفضالي شاف انه خارج مع صحابه ركبين عربية ومشي وبعدين هو بيقول يا ماما انا حاسس ان انا رايحا للمسجد الحرام ونفسي انزل بس هما مش حابين ينزلهم وانا عايز انزل اصلي تمام فبقول قال لهم طب اركينه بس شوية انا هنزل اجيب حاجة او كده ونزل لقى فيه طبور طويل قوي عشان يدخل المسجد تمام ففكرة وقف في الطبور وبعد وقت قليل قوي لقى قدامه اتنين تلاتة بس تمام بيقول مش عارفة خلص ازاي ولقيتني قدام اتنين تلاتة وانا التالت بقوله فجأة برضو لقيتني عند الحجر الاسود وببوسه ما شاء الله تمام بيقول قبلت الحجر وصحيت هو ابنك بيدرس ولا خلص نا بيدرس بيدرس قدامه قد اي دلوقت هو في تانية صيدلة تانية ايه في تانية تانية صيدلة تمام اه اما انا اه شفت رؤية ان انا وقفة في بيتي يعني انا عندي طرقة طويلة كده ستة متر وبتبص على الصالة يعني اخرها الصالة لقيت واحد واقف ماسك اه حاجة زي اللي بيعمله فعل بخور كده وبيقول لي بخاري تمام ويجيب لي بخور من شنطة شايلها كده شنطة قماش مليانة بخور ويقول لي بخاري تمام وانا مستغربة ده هنا بيعمل ايه المهم اه خلص تمام رؤية تانية لقيت ان انا برضو ماشية ودخلها عن الصالة بتاعتي لقيت السجادة تحتها مية اه اقول المية دي من اه المهم شلت السجادة وقلت ببست وحربت كنبة كده تحت شباب لقيت المكان اللي وراء ظهرت كنبة ده مليان آآ عن كابوت مهم عناكب اللي هي اللي بتبقى عاملة زي الفراشة في الخيطة دي معاها نشايت نظيفة جدا مهم بقيت مستغربة وصحيت وانا مجلولة مية كده بتاحت السجادة بس اللي شوفها مايقولش فيها مية لكن لما شلتها المية كانت نظيفة؟ المية نظيفة بس منظر عن كابوت اللي داري فضيع شكله بشع تمام ما عرفش جاء ايه تمام ودايما يجي لي حلم تكرر كزا مرة افتح باب الشقة وما فيش فيها حد ولاقي ناس في قوضة ابني وقلتها منين ده مش مكسور دول جنب منين هلاقي عيلك كده في القوضة بتلاقي ايه في قوضة ابنك؟ زي ناس ناس اتنين تلاتة اربعة كده قاعدين في القوضة وقلت دول هنا بيعملوا ايه دول جنب منين الحلم ده بكرر تلاتة اربعة مرات عندي بس ابنك ما بيبقاش موجود؟ لا انا برجع من شغلي مثلا وهو مش موجود ولا ايه اللي اتشقة فيها ناس وفي قوضة هو ما عرفش ليه والحلم ده تكرر كتير دول جنب منين انتوا هنا بيعملوا ايه وما كلمتهمش ولا كلموني واضحة طب الرؤية بتاعت ابنك كان لابس لبس الاحرام ولا لا؟ لا ما قال ليه لابس عادي خارج مع صحابه متأكدة؟ خارج مع صحابه عادي يعني لما راح قبل الحجر الاسود هو ما قال ليه بس بيقول انا خارج مع صحابه واللي خارج مع صحابه مفتكر شنلبس احرام ده ده تخمينك ما عرفش طيب ممكن تفسرها على الوجهين؟ اه طبعا اه طبعا هفسرها اه هفسرها لك عن ناحية انحاض هي رؤية الاولى هو بيحاول انه هو يوصل لبيت الله الحرام فكان اصحابه عملين يتعصروا معاه كان فيه اتنين لتلاتة وهو كان في طبور وبعدين وصل للحجر الاسود هي ديت ما كان هيوصل لها بامر الله تعالى هو قبله فديت انا شايف ان ابنك بسم الله ما شاء الله عليه حد متقي حد بيخاف ربنا قوي فهيوصل باذن الله بس انا بصي الرؤية بتاعة المبخرة دي وبعدها انت بتقولي السجادة والعنكبوت الحسد الحسد يا جماعة اصعب من السحر الحسد اصعب من السحر ومش هيكاة بقى بخور وكده كلمة البخور دي البشريات الطيبة ان شاء الله رب العالمين وبيقولك ايه بخاري فانا عايزك على طول ركية شرعية في البيت ترش ميا مقرؤ عليها قرآن كريم بركية شرعية بس طبعا مش في وقت يعني لو في وقت الفجر كده يكون كله نايم رشي بخاخة كده يرقي بيتك دايما وابنك تحديدا ده يرقي نفسه دايما لأني انا شايفة ان الرؤية بالشكل ده رؤيتك انت الاشخاص اللي بيتكرروا في قدة ابنك انا شايفة ان ده حسد ومش سهل ربنا يعافيكي منه ويعافي ابنك بحق الله إله إلا الله لو ماهتمتيش الموضوع مش هيبقى تمام خالص فلازم احذرك ده تحذير وان شاء الله ان شاء الله لو مسيتي بي ربنا هيبقى عنكو اي شر يحبط الرؤية الشرعية ابنك كمان علي بقيت الكرسي على الاقل يقرها على طول الرأوة باستمرار لابنك ده تحديدا ده تحديدا وربنا يعافيكم من اي شر يا رب السجادة ديت والتي تحتها مياه ده خير عندكم بس منظر للطريقة مش سهلة يعني بس اللي دايقني موضوع الاشخاص اللي في قدة ابنك فلما ربطت الامور كلها ببعضها او عرفت ان هو حسد ممكن يعمل حاجة مش حلوة فانا برضو مش هقولها علشان ما تقعش فالتنبيهات هنا يا جماعة لازم لازم ناخد بيها تحذير في الرؤى ناخد به ما نهملهوش خالص فان شاء الله ربنا يعافيه من اي شر يحبط يا رب ان شاء الله